السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه سيفت اي اي. ده موقع متخصص في النواة بيجمع كل الحاجات اللي ممكن تستخدم في الزكرة الاصطناعية لتحويل البرومت لسهر بتلاقيها موجودة هنا. فيه تورز كتيرة جدا بتبقى متخصصة جدا. تمام? ممكن انا مختار هنا البلدنج لان في بعضهم بيبقى فيه حاجات سيئة. ممكن تدخلت في الخصائص ومتلوك فيه الحاجات السيئة. عندما ممكن تستطب الستيبو ده عندك على الكمبيوتر بتاعك. هسيب لكم فيديو في الوصف. عشان راح نبدا كده ازاي تعمل القصة دي. طيب مثلا صورة زي كده. انت مسلا عاجبك الشكل ده. فانت عايز تطبع عندك على الجهاز او عايز ان ان انت تستغيبه. هتبدأ تدوس عليه فيبدأ ان هو يفتح الصفها دي طيب اول حاجة اسمها download فبتبدأ ان ان انت تحمل الحاجة دي عندك على الجهاز بتاعك. تمام? تقدر تعمله download وتبقى موجودة معك. تمام? طيب في الoption بيقول لي ان هو model safe tensor تمام? تمام? تقدر ان انت تستطبه. او تقدر تقول ان ان انت عايز تعمل create للصورة. وبيقول لي الباس موديل يعني هتختار الموديل الاول sdkl sdxl sdxl ده الموديل اساسي اللي على اساسه بعد كده تبدأ تستطب عليه اللورة. اللورة ده تقدر تقول ان هو عبارة عن اقرب حاجة ليه filter. او طريقة لازهار الشغل. فانت هتختار الموديل بتاعك sdkl وبعد كده تختار اللورة بتاعك. اللي هو هيبقى الشكل ده. وده مفيد موكع كتير جدا بتديك ان انت ترفع الموديل او ترفع اللورة. يعني في موكع كتيرة يقول لك انا عايز موديل معين او لورة معين. وهنا تقدر تكاريت انت موديل. وتبدأ ان انت تحطه. عرسل المسهل مثلا. هتعمل موديل بحاجات المصرية. يعني هتوري له كل الملابس اللي عصر الاسرات. اللي هو اللي بيسمى الفراعن. بس هو الاسم اللي حقيقي بتاعه عصر الاسرات. بتزوري له بقى زوصر ورمس الاول واخنتون وكل حاجات دي. هو على اساسها خلاص خاد الفكرة فاول ما تدد له صورة اي شخص يدد له الملابس ديت. واضحة الفكرة. فانا مثلا مديانه مثلا حاجات بتاعت المعمارة هيزراج بشكل دوت. في حاجات تانية ممكن مثلا ايه هتخليها كارتون او انيمي او كونان مثلا او مزينجر مجرد تدر ايه صورة يديها دوت. طيب انت حابب ان انت تجرب ممكن تقول له انا عايز ران موديل. لو انت عجبك الحاجات دي هتدوس هنا القلب دوت بحيس ايه تبقى مسافة عندك. تمام فبيقول لي ان انت ممكن تشغل على ران ديفيجن. تمام? او ديفيوز. بيبدأ يديني كل المعلومات هتاخد كم ثانية عشان تبدأ تعمل الفعال لك الحاجات. تمام? في برضو مقالة هنا جميلة. ازاي تشغل اللورة على الجهاز بتاعك او على اي موقع تاني. هسيب لكم المقالة دي. هاو تو يوز موديل. طبعا انا حاجات دي كلها اوبن سورس فتستنتعوا جدا بيها. تمام? هو دخلها على الموقع اسمه ران ديفيجن. فبتتبق بقى تزبط الحساب بتاعك. فبيبدأ ان هو يشتغل معي بالشكل دوت. اول ما تستطيع تعمل الحساب. طيب هنا بيقول لي ريدي. فتفتح مع الموقع الصفحة دوت. هتبدأ تحط هنا اي برومت انت عايزه. وتحط هنا نيجس في برومت. اللي هو الحاجة اللي انت بش عايزة في الصور بتاعتك. فمسلا ممكن تجي في برومت هنا تكتب اي حاجة انت عايزها وتقول له بعد كده. ممكن يكون بدعم عربي لكن احتياطي. تمام واقل له الجنريت. خلي بالك ان هو هنا هياخد وقت اطول من بقية الموقع تمام. طيب نستغل بقى الفرصة دي هتلاقي هنا اختيارات اكتر. ماشي. طيب عندنا مثلا اللي هي الكنترول نت دي بتديله شكل معين هو يبدأ التزم به الشكل دوت. طيب مش عاجبك الصورة تبدأ تقول له انا عايزها مثلا فيها كذا وفيها كذا. ده تكستو امش. جنبها امش هتدي له صورة هو يحوالها لصورة تانية. ممكن تدي له صورة قهرمات وتقول له انا عايزها على شكل الومزيت او عايزها على شكل اي حاجة انت عايزها. تمام? كارتون زي ما انت عايز. هنا ممكن تدي له صورة هو يديك المعلومات عن الصورة ديت. في شوية حاجات اقوى بكتير من اللي انت بتعود عليها. تمام? ممكن تدي له صورة ايه مثلا? اي صورة عندك على الجهاز بقى. تمام? نكلم تدي له الصورة ديت 쪽 Direct. هوا بقى. تيكستz of image. او ممكن تقول له انا عايزها image. اعايز اعدل عليها. pag日本V3V try to send to embed. Send to etc. تمام? لو في اي برامتر هيبدأ انهوا يجبولك. ممكن تحدد تتشاوية تاخد تشغيل عليه هو الاسف ما يستعرف عليه. طيب هنا اتشاغ بوينت. فتبدأ تتدرب على الصور هنا في الموقع اللي هو اسمه رانديفيجا زي ما تشايف الاختيار بتاعته كتير قوي كأنك بستطابو عندك على الجهاز فده موقع تاني احنا بتعرف عليه هنا بيشرح لك الفكرة ازاي تستطابو طيب هنا الاعدادات تمام اه اللي هو انت عايز تتعادل في البروفايل بتاعك اوتوب لي جي اي اف كان فيه اختيار هنا اللي هو دوت ان لو فيه اي حاجة سيئة يبدأ انه يغفى لك ما يزرقش فدي مهمة اوي لان فعل الموقع ده ده من الموقع اللي فيه ناس بتستخدم صدام سيئ جدا فحاول انت تدعم الموقع ده دوت عشان تغفي الحاجات طيب الاهم حاجة بقى في الموقع ده الصراحة يعني لما قلبت في كتير لقيت الموقع ده الموقع ده بيعمل ايه بيعالج لك فكرة ان انت تقدر تكتب تيكست زي ما انت عايز يعني اغلب الموقع بيديك ان انت تدع له تيكست حولك لصورة طب انا عايزة احط كلمة معاجنة غالبا بتدرب تمام هو ده تقريبا الوحيد اللي لقيته بيعمل القصة دي ان انت تدع له تيكست مثلا هاري بوتر فا يبدأ يدخلك في قصة هاري بوتر ويكتبلك بشكل حلو ده ده تعمله ده وانلود هنا بيديك معلومات عن التريننج الاستخدامات والهاجات ده كلها فده ممكن تقول له ران موديل فيبدأ يشوف انت ممكن تشغله على اي موقع مثلا دوت ممكن حتى تشغل يعني فيه اكتر من مجال انت تشغله ده بيديك اللي جيت هب بتاعه اللي هو الموقع الاساسي فده برضه بشكل اخر تقدر تدع له تيكستو امش وتقول له انا عايز تيكست نمعيا ان يبقى موجود في قلب الصور فده برضه من الحاجات الجملة جدا ولقيت فعلا الادا دي موجودة في المواقع الثانية كثير لان هي حاجة يعني كنا بسينة انا بقلنا فالترة كثيرة فانتكتب مثلا الكلمة بالشكل الجميل دوت ديب خلنا نكمل الموقع دي بعض الصور اللي انا عملتها بس كل انا كتبته وردت له مثلا عايز حاجة عن الحضارة المصرية فبدأ يجيب لي حاجات بيء الشكل دوت بيتخيل تمام بس لوعي ان انت في النهجة في بروميت تبدأ تكتب استثناءات معينة يعني ما بتعودش بقى كل شوية تعمل لي صور ستات لانها بتطلع بشكل سيء او تجيب لي ناس سود قوي لان فينا تتحاول تغذيب الفكر معين الحضارة العصر وصورات كان في ناس كتيرة او بيت جدا وشعرهم اصفر وعنوه خضرة وكان فينا السود في فترة مفترات ما عنداش مشكلة خالص السادات اكتر ريس انا بحبه وكان اسمر فما عندناش تعصب لحاجة خالص فكان هي الفكرة كلها الحذر من اي حد بيشوها التريف لاجندة معينة فاحنا بيكون حاضرين منه تكتب اي حاجة هنا يبدأ ان هو يعمل لك الصور الموضوع سهل جدا تكتب بس البروميت اللي انت عايزه هذا اكتر حاجة بدور عليها في اي موقع تاني دي برضو من ضمن الحاجات اللي عجبتني هتقول له هنا هعمران او تقول له create كما قلنا انت تقدر تعمل الموضوع الخاص بك بكل الحاجة اللي انت عايزه فيه تمام تخليه تدرب على شكل معين ممكن شكل هندسي طيب بسم الله في موقع هنا ده اسمه بيكس اي اي دوت ار تي انت ممكن تختار الموضوع اللي انت عايزه وتختار اللورة ده ان اخترت هو اللورة هوت فتقدر من خلال لنك النادولة تختار بس الهو الهو الهاري لوجوس دوت ده معاك هيفدأ يعمل لك شغل اكواس جدا تمام بيقول لك عايز التزم بي بمقدار قد اي تمام فانده ممكن تختار اي حاجة تمام وتدي له تيكست اللي انت عايزه هنا بيقترح عليا لو انا مش عايزه يقترح عليا هتشيل اوتو كومبيت ديجات تمام وي عندي هنا هاي برويارتي وي لتسو جو بيبدأ ان هو يخصم النقط اللي معاك تمام وبيدي بعض النقط كل مرة بتعمل بيبدأ يخصم منك بعض النقط ممكن تقول له تيكست مثلا تمام هتقول له لتسو جو هيخصم منك عشرة تلاف ومتين طبعا الرقم ده بيزيد ويقال حسب اللي حتى انت بصدامة هو جول انت خلصت الرصب بتاعك تمام طيب الموقع ده وردوا موقع الكويسي جدا اللي عملنا بيه صور حلوة تمام بس مشكلة في بعض الصور انت مجرب بس تكتب له اي حاجة انت عايزه هنا وتقول له جناليت فيبدأ يعمل لك الصور وفي هنا تقدر تحمل صورة او تقول له كريت كوميك كريت كوميك هيعتمد على الصور اللي انت مكريتها وتبدأ تحطها بحيث يتلى معاك كوميك بالشكل دوت تمام وممكن تعمل بيقلبو تبدأ تختار الصورة وتحطها تمام او كوميك فكت تبدأ تخلي فيه تأسطلات معينة بالشكل دوت تمام طبعا ممكن ناخد الصورة اللي احنا عملناها ونبدأ ان احنا نعملها الدرجة هندروب ونبدأ ان احنا نحط الصور بتاعتي تمام بالشكل دوت ممكن تحط الديالوج تكست معين كده بالكلام اللي عايزه هاي وتبدأ تقبر التكست وتتحكم فيه كما انت عايزه تقدر تعمل كوميكس كثيرا اوي من خلال الاداء الجاملة وانت تخضر التكست تمام او تناسس موديل سمعينا تجي هنا ونتبه تختار عن موديل اللي انت عايزه تعمل صور زيها من قد التكست توصل للا انت عايزه وهتلاك كمان فيه تعمل تعمل المتحركة تعمل المتحركة تعمل أرت ستايل في حاجة كثيرة تقدر تعملها من خلال الموقع ممكن أن تعمل أبلود لموديل أور لورا يعني دخلت على الموقع الأولى اللي احنا قلنا عليه وعملت موديل أو عجبت موديل وعملت له دولود تقدر من هنا تقول له أبلود موديل أور لورا ومساعدت لكي يجدون artistكال فى استكتبار الدعم with SDXL وستتعامل المتحركة تعمل على الموبايل نتقدر أنه سيكون في مجال جزء كبير جدا إلى أكثر موقع شكرا للمشاهدة